للمزيد حول هذا الملف عودة الجذور بينضم إلينا عبر الهاتف المهندس هاني بارازي رئيس مجلس الأعمال المصرية اليونانية أهلا بك مهندس هاني طبعا مجددا ودائما على شاشة أونلايف سأبدأ من ربما هذا المقطع الصوتي أن هذه المبادرة ستعزز وستزيد من فرص النمو كيف؟ أولا مساء الخير طبعا هي مبادرة رائعة وكان مؤتمر أكثر من رائع امبارح في حدود طبعا فقامة الرئيس السيسي ورئيساء اليونان والرئيس الابروسي ويجب أولا أن نتوجه بالتحية إلى معالي الوزيرة نبيلا مكرم على المجود الرائع الذي عملته حتى تظهر الإسكندرية ومصر هذه الصورة المشرفة ما فيه شك أن أي تواصل بين رجال الأعمال في الدول المختلفة وبالأخص دول البحر الأبيض المتوسط زي أبروس واليونان بتؤدي إلى مزيد من التواصل ومزيد من زيادة المعرفة وتبادل العلاقات وتبادل المعرفة بين هذه المنظمات بيؤدي إلى زيادة النمو والحقيقة دورنا كمجالس أعمال أننا حلقة وصل بين رجال الأعمال بين اللي موجودين في مصر ورجال الأعمال اللي موجودين في اليونان اللي عندهم فكر أنهم يستثمروا إن كان هنا أو هناك أو عندهم أفكار في مشاريع يقدروا يستفيدوا من خبرات بعضهم لبعض وما فيه شك أن مؤتمر زي كده أيضاً بيفتح الأجواء وبيفتح الأبواب لمزيد من التعاون خاصة وبالأخص أنه بيكون فيه سقل سياسي أيضاً بالنظام حضرتك تعلمي أنه طالما فيه توافق سياسي بيؤدي ذلك إلى تسهيل التوافق الاقتصادي نعم هل من اتفاقيات معينة تم توقيعها هل من أشياء معينة تم الاتفاق عليها بالفعل سيتم تفعيلها بعد هذا المنتدى أو هذه المبادرة لا ما فيش أي اتفاقيات ولكن هي زي ما قدت الحضرتك هي المبادرة تهدف في الأساس إن هي عودة الجزور وإن إحنا زي ما عبرتك عرفها وزارة التعاون وزارة المصريين في الخارج دعت مجموعة من المصريين كانت مقيمين هناك وده الهدف الأساسي ثم المنتدى الاقتصادي كان على هامش هذا المؤتمر ولكن ده أكيد حيساعد على زيادة التبادل التجاري بين مصر واليونان اللي هو وصل إلى حوالي 400 مليون جنيه في 2017 تزيادة يمكن حوالي 42% أو 43% وده شيء جيد لكن حقيقة ما فيش أي اتفاقيات تم توقيعها طيب يعني أثناء هذا المنتدى منتدى الأعمال المصري طبعاً اليوناني القبروسي هناك ملفات بالتأكيد تم طرحوها يعني مثلاً الربط الكهربائي الغاز الطبيعي السياحة يعني كيف مرت كل هذه العنوين في هذا المنتدى أكيد كل الحاجات دي تم مناقشتها على يعني في اجتماعات جانبية وليس على الملأ ولكن هي ملفات مهمة ملفات السياحة الربط الكهربائي اللوجستيات ويمكن معالي وزير التجارة والصناعة أكلم قبل كده في محاولة ربط خط سريع بين مصر ومين اليونان وأعتقد حصل محادثات أعتقد أنه حدث محادثات جانبية لتفعيل هذه الملفات نعم ما الذي ستضيفه هذه المبادرة وهي الأولى من نوعها وتم الاحتفاء بها طبعاً بشكل كبير ما الذي سيتغير طيب والله شوفي أنا عايز أقول للحضرتك يعني هو العودة إلى الجزور شيء جيد جداً وما في شك أنه في جالية يونانية كانت مهمة جداً كانت بتقيم في مصر وعيشة في مصر ويمكن سافرت من الستينات أو غدرت القاهرة في الستينات فهما العودة من جديد أكيد أنهما عملوا أعمال هناك أحفادهم وأولادهم الكبروا يمكن كانوا صغارين لما سابوا مصر وراحوا في اليونان هيبتدوا يفكروا بجدية أنهم يرجعوا ويمكن النشاطات ترجع هنا في مصر من جديد بخبرات مختلفة يعني هي مبادرة زي ما قلت لحضرتك يعني زي ما نقول يعني دوجيه الشكر ليهم خاصة المواقف السياسية لليونان لدولة زي اليونان بعد الأحداث الجديدة الكثيرة اللي حصلت في مصر يمكن كان أهم الدول أو أكثر الدول أو أوائل الدول حتى اللي كانت داعمة للقرار السياسي فده نوع من المبادرة توجيه الشكر والتقدير لهذه الجاليات يعني هي أكثر من اقتصادي هي أكثر زي ما بنقول علاقات يعني أكثر من علاقات اقتصادية ولكن علاقات موادها وإثبات الجزور أكثر من أي شيء نعم بالطبع كان في هناك لقاءات ربما ثنائية على هامش هذا المنتدى بين شخصيات مهمة هل يعني لو أطلعتنا عليها حتى لو سيكم اليوم أيضا أنا ما عنديش خلفية الحياة لا نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا مهندس هاني برزي رئيس المجلس الأعمال المصرية اليونانية شكرا لك اشتركوا في القناة